السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في خضم الأحداث الجسام التي شهدتها الأمة في السنين الأخيرة وخروج بعض الدعاة بمواقف متناقضة مع كثير مما يدعون إليه ومخالفة لنصوص الشريعة ومقاصرها برز الحديث عن واقع الدعوة الإسلامية وعن أثر مواقف كثير من الدعاة تجاه قضايا الأمة على واقع المسلمين ودرجة ارتباطهم بديلهم حلقة اليوم من برنامج مقاصر تبحث موضوع الدعوة والدعاة بين الواقع والمأمول فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء ورحبوا من خلالكم بضيف الحلقة الدكتور نبيل الفولي أستاذ الفلسفة الإسلامية أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا بكم وسهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين حياكم الله دكتور عندما نتحدث عن الدعوة بشكل عام ما هي هذه الدعوة مفهوما تعريفا من يدعو من وإلى ماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أمجد الأعمال وأعظمها وأرفعها عند الله في ميزان المؤمن وفي تأثيرها في الحياة أيضا والمقصود بالدعوة إلى الله هو تحفيز وتحبيب الناس في الارتباط بدين الله عز وجل سواء أكانوا خارج دائرة الإسلام أو في داخلها تحفيز الناس وترغيبهم وتحبيبهم في الارتباط بدين الله عز وجل بكل ما يجتمل عليه طبعا والتسامي في هذه المسألة بمعنى أن المؤمن الملتزم نفسه يحتاج أيضا إلى دعوة إلى الله عز وجل فنحن يعني الدعوة ليست خاصة بالكفار وليست خاصة بالعصاء وليست خاصة هي عامة بشكل كبير فهي تحبيب الناس وتحفيزهم للارتباط بدين الله عز وجل سواء كان هذا بوسيلة عملية أو بوسيلة نظرية للارتباط بدين الله أم لا اعتناق دين الله لا الارتباط عمنا بقلت بالارتباط لأنه قد يكون الإنسان مؤمنا أصلا فبالتالي الدعوة لا تهتم فقط بمن يقف في خارج دائرة الإسلام طبعا هو مجال حديثنا اليوم عن الدعوة الداخلية يعني الدعوة المسلمية يعني لكي نعرفها المصطلح يجب أن يكون عام المهم أن يكون هناك جهد من الداعية في تحبيب وترغيب الناس وتحفيزهم للارتباط بهذا الدين في عمومي سواء أكان بعمل يعمله الداعية أو بقول يقوله يعني إلى ماذا يدعو واضح طبعا أن الداعية رجل مسلم ملتزم بدينه بدرجة من الدرجات لأننا لا نطالب الداعية بأن يكون قد بلغ مستوى يعني تاما وكاملا في التزامه وإنما نقول أن يكون ملتزما بالإسلام عموما ويدعو الناس إلى منهج الله عز وجل الواضح الجلي طب استيادة إلى هذا المفهوم الذي تحدثت عنه مفهوم مجمل هل تتم الدعوة في العالم الإسلامي الآن وأنت سافرت في أكثر من دولة إسلامية واطلعت على واقع الدعوة في العالم الإسلامي هل تتم هذه الدعوة من قبل الدعاة إلى المدعوين وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى وفق المفاهيم أو التعريف الذي قدمته لنا الدعوة إلى الله يعني هي جزء من الشأن الإسلامي العام ونحن نرى هذا الشأن الإسلامي يعني مصابا بأزمة في كل جوانبه فمهما تناولت جانبا من جوانب الحياة الإسلامية تجد فيها بعض الأعطاب ونحن نقول هناك دعوة إلى الله عز وجل ولكنها مصابة في عدة جوانب أول هذه الجوانب هي أن الدعاة المؤهلين بحق ليقوموا بهذه الوظيفة وظيفة التواصل الجيد مع المجتمع ومعهم حصيلة معرفية مناسبة ويعني عندهم التزام وتوافق مع الإسلام بشكل كاف هذا العنصر المؤثر القوي يعني نادر الوجود هناك كثيرون دعاء أو دعاتهم كثيرون ولكن من يملك المؤهل الثقافي والفكري والاجتماعي ما نسميه بالذكاء الاجتماعي والذكاء العلمي والفكري هذا العنصر نادر ثم هناك آفة أخرى في الدعوة وهي التحزب أنه قد تمارس الدعوة في كثير من الأنحاء ولكن باسم طائفة ما أو جهة ما أو جماعة ما أكثر مما تقدم باسم الإسلام على العموم وبالتالي التحزبات هذه تؤدي إلى تنافسات في داخل البيئات الدعوية أو مع البيئات الدعوية الأخرى فبدلا من أن نتقاسم الواجب يعني لو قلنا هناك اتجاهات أو جماعات بدلا من أن نتقاسم الساحة تخصصات وأعمالا إذا بنا نتنافس في مساحة واحدة نعم حقا لكن الدكتور سنبحث موضوع خصائص ومؤهلات الدعاة في المرحلة المقبل أو في المحور الثاني من الحلقة ولكن قبل ذلك عملية الدعوة برمتها على مستوى المضمون وعلى مستوى الشكل هل تتم بطريقة صحيحة بحيث أنه تؤدي الغرض منها بين المسلمين في صفوف المسلمين سواء كان هؤلاء المسلمون يعني من عوامل المسلمين أم من مخبهم أم من مثقفيهم أم من جهلائهم يعني هل تحقق هذه الدعوة الدعوة بما تراه أنت وتراقبه الغرض منها لا نستطيع أن نحكم حكما عاما في هذه المسألة عندما يغلب على هناك جهود دعوية في أماكن كثيرة من العالم يعني حتى في مجاهل أفريقيا وفي موضع كثيرة من العالم لكن بشكل عام بشكل مجمل نجد أن هناك مشكلات بين الأقليات المسلمة وفي بلاد الأغلبيات وفي أماكن كثيرة لا تؤدي الدعوة وظيفتها كما أن الجامعات عندنا لا تؤدي وظيفتها كما أن الحكومات لا تؤدي وظيفتها يعني مشكلة تبدو عامة في هذا الجامع وإنما قصدت من سؤالي دكتور هو الدعوة المخصصة للمسلمين المسلمين العصاط المسلمين غير المرتبطين بدينهم ارتباطا وفق الشريعة فإلى أي مدى الدعاة اليوم في العالم الإسلامي الذين يدعون المسلمين يحققون الغرض من دعوتهم وبالتالي يوصلون ما يجب أن يصل إلى هذا المسلم هؤلاء المسلمين في داخل هذا الإطار نجد أن هناك أزمة كما ذكرت لكم أن هناك أزمة في وجود الدعية المؤهل الذي يستطيع أن يتواصل مع الجمهير بشكل طيب حتى ما كان يسمى بالدعاة الشباب وما كان يسمى بالدعية الإعلامي وكذا لم يعد هؤلاء الناس مؤثرين بالشكل الذي كان حتى منذ عشر سنوات بسبب أن السياسة سياسة كثيرا ما أثرت على مواقف الناس يعني كثير من الدعاء لم يقفوا مع شعوبهم المظلومة لم ينصفوا هذه الشعوب في مواقفها تجاه المستبدين لكن حقيقة دكتور المسألة ربما تكون أعمقا من ذلك اليوم نرى كثيرا من المصلين المسلمين ممن يصلون ويرتبطون بالإسلام ارتباطا وثيق الصلاة ويقومون بشعائر الإسلام وعباداته نرىهم يرتكبون الكثير من المعاصي ومن المخالفات ومن المفاسد ما يجعل النظر إليهم حيرانا حقيقة أين الخلل أين المشكلة هل المشكلة في وسائل الدعوة أم الخلل في أنفسهم في هؤلاء المسلمين أنفسهم المشكلة هنا في المحاضن التربوية التي ينبغي أن يوفرها المجتمع لم تعد هذه المحاضن طبعا الدعوة ليست مجرد يعني خطابة أو إلقاء كلام هذا صحيح ولكن هناك محاضن تربوية أساسية أكثر تأثيرا من الدعاء وهي المدارس والأسر والبيوت والمحاضن والمسجد نفسه طبعا يعتبر مكانا من هذه الأماكن وهو محل للدعوة فالمسألة ليست يعني مشكلة الدعاية وحده لكن لو شئتم أن نقول أن القصور في أداء العبادات هو جزء من الأزمة التربوية فهذا صحيح ولكن هو أيضا جزء من الأزمة الدعوية ذلك لأن الدعاء لم يعد عندهم قدرة على الوصول إلى الناس بنفس طرق التشويق التي يصل بها وناس آخرون يعني نحن على برامج التواصل التي نستعملها نجد أن من يوصلون أفكارهم مثلا أفكارا لا علاقة له بالدين أكثر احترافا من من يوصلون أفكارهم الدينية ما زلنا نعتمد على أسلوب الخطابة وأسلوب الكتابة الطويلة يعني لم نوظف الصورة بشكل جيد في الدعوة لم نوظف الكاريكاتور في الدعوة بشكل جيد لم نوظف الأنشودة والأغنية أيضا إلى الآن لم توظف بشكل جيد في حين أن هذه الوسائل أخذت مساحة واسعة من أصحاب الأفكار المخارفة يعني قبل أسألك عن محتوى الدعوة عن الخطاب الذي يقدم الدعوة بشكل عام هل هي واجبة أم سنة أم مندوبة ما حكمها الدعوة يعني لو قسمنا الدعوة ممكن نقسمها قسمين دعوا بالمعنى العام ودعوا بالمعنى الخاص دعوا بالمعنى العام بمعنى أن المسلم لا ينبغي أن يفعل فعلا ينفر الناس من الإسلام قال الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا في آية وفي آية أخرى ولا تجعلنا فتنة للذين آمنوا معنى فتنة للذين كفروا أي أن يرون على حال تنفرهم من الدين وفتنة الذين آمنوا أي نكون ممن صرف المؤمنين عن إيمانهم إما بقوة أو بغيرها فما معنى هذا الدعوة بمعنىها العام هي أن لا يبدو مني أنا كإنسان مسلم مهما تكون ثقافتي المهم أنني من المنتمين للإسلام بمختلف طبقاتنا وثقافاتنا لا ينبغي أن يبدو مني فعل أو قول ينفر الناس من الإسلام بل يجب أن يكون ما يبدو ويظهر للناس مني مما يرغب الناس في الإسلام هذا بمعنى العام وهذا لا شك أنه واجب عيني هذا ما يسمى الدعوة الصامتة في حال الإنسان قد تكون ناطقة لأن قوله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية تعامل المسؤولية فرب رجل أمي حفظ حديثا وأتقن قراءته أو نطقه فممكن يبلغه فلا تتعلق بثقافة ولا بشيء المهم فيبدو هذه المسألة أو هذه الدرجة من الدعوة واجبة ووسائلها كثيرة ومتعددة ونحن وجدنا هذا فعلا وجدنا بعض العام ما أثروا في بعض الخاصة يعني لعلكم سمعتم بقصة الدعية الهندي الذي ما كان مثقفا ولا كان رجل عادي يعني ذهب إلى أحد أرباب المال وقال له يعني نحن عندنا مسجد نساعد في الفقراء وألح عليه فرجل بسق في وجهه رجل غني ورجل مسلم نعم فرد عليه الرجل البسيط هذا وقال له قال له هذه لي البسق لي فماذا لله عز وجل ما كان من الرجل غني إلا أن تأثر بهذا الكلام وأخرج له قال هذه المسجد فقد يؤثر إنسان العام العادي ونحن وجدنا بعض الدعاة فعلا آمنوا على يد يعني بعض الدعاة الكبار يعني التزموا بالدعوة على يد أناس عاديين فمستوى الدعوة بالمفهوم العام واجب لا شك في ذلك واجب عيني ألا أفعل شيئا إلا هو مرغب في الإسلام ولذلك يعني وصية الدين بأن الإنسان إذا ارتكب إثما فلا ينبغي له أن يشيعه لأنه يبيت يستره الله ثم يفضح نفسه هذا معنى من معاني أن يكون الإنسان فاعلا للفعل المرغب في الإسلام وأن لا يفعل ما ينفر من الإسلام وإذا فعل عن ضعف أن يستتر يستتر وإن فعله علنا أمام الناس يعني يستغفر ويظهر توبته أمام الناس أما الدعوة بالمعنى الخاص هناك أناس مؤهلون لها مدربون معدون يعني يدقنون مهارة التواصل عندهم محصول فكري أو ثقافي مناسب للتواصل مع الناس فهذه واجب كفائي يجب أن تقوم به جماعة كافية من الناس للتنبيه وتحميس الناس للارتباط بالدين والعمل به وتفهيمهم فرائض الدين وأركانه وواجباته بشكل ملائم ومناسب طيب هذه نحن مجال حديثنا حقيقة عن الدعوة الكفائية الدعاة المؤهلون الذي يحمون رصيدا من الثقافة أو المعرفة الإسلامية الذين يدعون عوام المسلمين وعمومهم السؤال هو إلى أي مدى هؤلاء الدعاة يقدمون خطابا ومحتوى دعويا إسلاميا يتوافق مع حاجات المسلمين حاجات العصر وحاجات المسلمين في هذا الزمن في الواقع الحالي؟ طبعا في الواقع الحالي يعني أول طائفة تعد من هؤلاء الدعاة هي طائفة أئمة المساجد نحن ينبغي أن نميز بين العالم والدعية أولا هذا شيء مهم جدا حتى الدعية المؤهلة لا نشترض فيها أن يكون لو تفصل قليلا في هذه المسألة كيف التمييز بين الدعية والعالم؟ نعم هو العالم رجل يدرس تخصصا ما أو عدة تخصصات دراسة نظامية تتعلق بأبواب هذا العلم ويوجد المتخصص يعني في الدراسة والبحث في هذا المجال سواء كان يدرسه أو لا يدرسه لكن هو يعني يجلس للعلم ويتعمق فيه بحيث يصير ممن يعني يقصدون للسؤال في هذا العلم والإفتاء فيه والبيان عنه أما الداعية حتى متخصص منهم فلا يشترط فيه أن يكون متعمقا في المعرفة الشرعية تعمقا كاملا أو تاما بل يكون فاهما للروح العامة للدين وهذه الروح من أين نجدها؟ الروح الدين العامة وهذا ما يخفى على كثير من الناس يمكن فهمها بدقة وتمام من خلال فهم مقاصد الشريعة من خلال قراءة القاعدة الفقهية من خلال يعني فهم العقيدة من نصوصها لا نحتاج إلى شرح طويل لها من نصوصها الشرعية الوردة في الكتاب والسنة تمام؟ هذه الروح العامة للإسلام يجب أن يكون متشربا لها تشربا كاملا أما أمور الفقه فيلم بما ينبغي أن يلم به المسلم مما لا ينبغي جهله ومما تكثر يعني يكثر الحديث عنه في المجتمع مجتمع اقتصادي يجب أن يكون هذا الدعية فاهما بشكل جيد للربا وأسبابه وكذا والاحتكار وأحكامه رجل في مجتمع مشتغل بالسياسة أو مهتم بالسياسة يجب أن يعرف ما يتعلق بالسياسة من أحكام عامة وشروط فالدعية هنا مختلفة عن العالم استنادا إلى هذا يعني هل نريد أن تحدثنا دكتور نبيل عن المحتوى الذي يقدمه الدعاة اليوم إلى أي مدى هذا المحتوى يتوافق مع حاجات المسلمين في هذا العصر في هذا الزمن والله يعني هناك دعاء يشتهدون في تقديم محتوى عصري ولكن أحيانا يعني يقدمون محتوى يعني ليس فيه يعني مضمون علمي مناسب بمعنى أنه يتحول المنبر الدعوي إلى مجرد وعظ الوعظ مهم طبعا نحن لا نقال من قيمة الوعظ بل إن الوعظ له تأثير كبير ولكن كما يقول بعض العلماء في زمانين يقول مشكلة الوعظ أنه انفصل عن العمل فصار الوعظ مخالفين للدين فإذا وعظ لا يسمع لكلامه المفروض أن الوعظ هو النصيحة الوعظ هو النصيحة والنصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدين النصيحة فاختصر الدين كله في النصيحة صلى الله عليه وسلم فالنصيحة هي الوعظ بشكل عام أو على الأقل هي لون من ألوان الوعظ ففقدت تأثيرها بأي سبب؟ بسبب أن كثيرا من من يعظون الناس لا يقدمون من أنفسهم نموذجا يحتذا فرجوعا إلى المحتوى الذي يقدم عودة إلى المحتوى الذي يقدم لا شك أن الآن الذي يسيطر على الساحة هو الدعوة المسموعة وليس الدعوة المكتوبة الكتاب يعني توارى شيئا ما على الأقل عن عيون كثير من المتابعين أو المتثقفين البحثين عن الثقافة لكن يبقى المحتوى المحتوى الصوتي المحتوى الصوتي وهذا في غالب الأحيان يعني يقدم بدون خطة أحيانا يقدم باجتهاد الدعية نفسه وليس له برنامج محدد ليس له استراتيجية معينة ليس له دراسة مناسبة للوقع الاجتماعي وماذا يطلب أحيانا تغيب قضايا عمدا يعني القضايا التي تشارك في توعية الشعوب وتبصيرها بحقوقها وتفهيمها يعني ما ينبغي لها ما يجب عليها وما مثلا العلاقة بين الحاكم والمحكوم قضايا غير مطروقة حقوق الإنسان في وطني حقوقه التعليمية حقوقه الصحية هذه قضايا لا تطرق وإنما تطرق أشياء جانبية فرعية يعني مثلا يركز في بعض الخطابات الدعوية على موضوع التأخي بين الإنسانية وهذا لا بأس به ولكن يأتي في إطار التقريب بين الأديان والنظر الإسلام على أنه ديل من الأديان واختيار من الاختيارات أمام البشر ولكن لا يقدم المحتوى الإسلامي مباشرة بشكل مباشر يقدم الجانب المسالم للإسلام هو جانب حقيقي لكن هناك جانب أيضا جانب العدالة أيضا لا يقدم بشكل كافي يعني مثلا أذكر يعني في مدة المدة التي يعني غزو الأمريكي للعراق عندما كانت تدخل الدبابات الأمريكية للعراق كان في عدد من الدول العربية أو في إحدى الدول العربية كانت خطب الجمعة والدروس تركز على قضايا احترام الإشارات المرور وضرورة احترام قواعد السير وكذا يعني هذا الواقع الدعوة إلى أي مدى واقع الدعوة هذا والمحتوى الذي يقدم إلى أي مدى مرتبط بواقع المسلمين الذي هو لا يكاد ينكر أحد بأنه مترد هو المشكلة أن لا أريد أن تكون الأنظمة دائما هي محور الأمور لكن ما زالت المنابر الرسمية في شيء من أنفسنا يعني المنابر الرسمية ما زالت يعني تركز على ما يفيد هذه الأنظمة وهذه مشكلة كبيرة لكن هل كل المنابر أسيرة للأنظمة لا هناك دعاة مستقلون هناك وسائل دعوية يعني بعيدة عن الأنظمة وسائل الدعوة الآن متسعة وسائل التواصل مع الناس كبيرة ويعني لا أحد يستطيع أن يتحكم فيها من الناس الآن فليس هناك عذر عند الدعاء الحقيقة في مسألة أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الجماهير يستطيعون ولكن لا توجد مساحة جغرافية يقفون عليها ويقولون ما ينبغي أن يقال في نهاية الأمر هناك مشكلة يعني مع تحت الوسائل أن الدعاء يعني يكاد مشتتون بشكل عام فكل واحد يغني في طريق وليس هناك صوت جمعي هناك بعض الاتحادات التي تجمع العلماء مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغيره هؤلاء يعني أكبر جهد جماعي في العالم جهد جماعي إسلامي في العالم وله تأثيره لكنه جهد نخبوي دكتور يعني لم ينزل على الأرض يعني أثرا حقيقيا لم يترك على الأرض أثرا حقيقيا وما نقوله أنه جهد علمي أكثر منه جهد دعوي يتوجه إلى الجماهير نعم فبالتالي يبدو تأثيره يعني في نخب معينة كما شرطم وفي طبقات معينة من الناس لكن ينبغي أن نعرف أيضا أن وسائل التواصل لا يستعملها كل الناس في بلادنا خاصة هناك فئات معينة خاصة فئات الشباب وهؤلاء أصحاب نفسية معينة والثقافة معينة يحتاجون للوسائل معينة للوصول إليهم فهم لا يقرؤونها للمشيخ الكبار مثلا لا يقرؤون العلماء الكبار إلا إذا احتجوا إلى فتوى وبالتالي يجب أن يفكر بشكل جيد في استراتيجية يعني مناسرة يقدمها مثل هذا الاتحاد العظيم اتحاد العالمي العلماء المسلمين يقدم خطة للدعوة خطة عامة كيف يمكن أن نصل بالدعوة أو نقدم استراتيجية للدعاء خاصة دعاء المنفردين في العالم في كل أنحاء العالم تجد دعاة وكثير منهم مخلصون ربما لا ينتمون إلى جماعة معينة أو فيها معينة لكن لو قدمت لهم خطط وأفكار وآراء توجيههم وتقترح عليهم اقرأوا كتاب كذا وادرسوا واقعكم من خلال كتاب كذا أو انظروا يعني بشكل عام يحتاج الدعاة المنفردون هؤلاء إلى يعني توجيه ونصح وتقديم خبرات لهم حقيقة وصلنا وصلت بنا سريعا إلى الحديث عن الدعاة وهذا كنت أريد أن أناقشه معك أبحثه معك في المحور الثاني ولكن قبل ذلك عودا على السؤاد الأخير لو إلى أي مدى يعني واقع الدعوة هذه المحتوى الذي يقدم والطرائق والأسليب ما مدى وما حجم مسؤولية هذه الدعوة وواقعها عن تردي الحال الأمة الإسلامية عموما باعتبار أن الدعاة ينبغي أن يكونوا يعني لهم قصر الصرق في تطور المجتمع والتقدمه من ناحية الأخلاقية من ناحية الشرعية وإلى آخره يعني هو لا نستطيع أن نحمل الدعاة كل المسؤولية كما ذكرت لكم أن المدرس في مدرسته مسؤول ومسؤول عن دوز كبير من الهدم الأسرة الأب والأم مسؤولين عن دوز كبير من الهدم لكن هؤلاء كلهم يعودون في نهاية الأمر إلى الدعاة لكن نحن نتحدث عن الدعاة المتخصصين الذين تفرغوا للدعو مثل إمة المساجد والخطباء وأصحاب البرامج الدعوية في الإعلام الشاشات نعم وأصحاب العمائم وكذا هؤلاء هم الذين يعنون إذا أطلقنا كلمة الدعاة أما بالمعنى العام هم الذين نتحدث عنه نحن الذين نتحدثون عنه هم جزء من المسؤولية يعني لو قسمنا المسؤولية تقريبا ستكون ثلاثة أثلاث المسؤولية غير الرسمية أتكلم ثلثها على البيت وثلثها على المدرس في المدرسة وثلثها على الدعاة في المساجد وغير المساجد طبعا الدعاة يصلون للناس إلى من يصل يعني يصلون إليه بسهولة أكبر من من لا يصل أما من لا يصل فيمكن الوصول إليه عن طريق الإعلام بشكل عام فلا شك أن الدعاة مسؤولون عن جزء من الأزمة التي نعيشها تقصيرهم عدم تأهيلهم لأنفسهم يعني الدعاة ممكن يخدم دينه عن طريق أن يؤهل نفسه أن يرتقي بنفسه وبقدراته الفكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية هذا من أكبر الخدمات التي يمكن أن يقدمها الدعاة لدينه أن يرتقي بنفسه لأدل أمته لأدل دينه لأدل الإنسانية حتى حقيقة هذه القدرات والمؤهلات والخصائص التي ينبغي أن يحملها الدعاة هي ما سنتحدث عنه ولكن حان وقت الفاصل نواصل حديثنا بعد فاصلين قصير موسيقى 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 اشتركوا في القناة دكتور نبيل تحدثنا عن الدعوة ربما حان وقت الحديث عن الدعاة ما أبرز السمات والصفات والخصائص والمؤهلات التي ينبغي أن يحملها الداعية المتخصص وهو موضح حديثنا في هذه الحلقة حتى تؤتي دعوته أقولها نعم طبعا الداعية أول ما يطالب به هو أن يكون عنده مستوى مناسب من فهم هذا الدين الذي سيدعو إليه يعني يفهم الرسالة التي يعني يدعو الناس إليها قدر مناسب كما قلت لحضراتكم يعني العالم هو الذي يتعمق يعني لا نشرت في الدعاة هذا أن يكون عالما محريرا ولا حتى في فرع واحد من الشريعة ولكن أن يكون على قدر مناسب من فهم الإسلام بحيث يبلغه إلى الناس بالشكل المناسب الأمر الثاني يجب أن يكون على درجة مناسبة من الوعي بالواقع الذي سيبلغه هذه الدعوة الأمر الثالث هو أمر أساسي في الدعوة هو أن يكون عنده قدر جيد جدا من الالتزام بهذه الشريعة في عمله خاصة عمل الظاهر خاصة العمل الظاهر طبعا لا نعني أن يكون الباطن فاسدا لكن الناس لا يرون من الإنسان إلا ظاهره أما باطنه فينعكس على ظاهره فإن كان فيه خير يفتح الله أمامه قلوب الناس كذلك يجب أن يكون هذا الداعية عنده قدرات مناسبة على التواصل مع المجتمع تواصلا صحيحا يفهم طبيعة النفوس وكيف يتدرج مع الإنسان في الوصول في تغيير أفكاره وفي تبديل الخطأ عنده بصواب أقصد أنه يتقن مهارة التواصل مع الناس وفهم النفوس التي يتعامل معها بحيث ينقلها نقلا سالما من الخطأ إلى الصواب من التقصير إلى الالتزام بشكل تدريجي وهذا طبعا ملاحظ جدا طبعا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وتعامل من تبعه من الصحابة وغيرهم مع الناس أنهم أدركوا أن هذه النفوس البشرية لا تتغير بين يوم وليلة تحتاج إلى جهد وجهاد طويل وهذه النفوس التي لو غيرت ستكون أعظم عدة للمجتمع تحتاج إلى جهد أضخم من استخراج الثروات من باطن الأرض إلى جهد أكثر من انتظار الزرع حتى ينضج هي نفوس بشرية فبالتالي إنضاجها فكريا وثقافيا وسلوكيا وأخلاقيا يحتاج إلى جهد هائل جدا يحتاج إلى ناس مؤهلين وإلى ناس مخلصين وهذا الإخلاص أيضا جزء مهم أو صفة مهم من صفات الداعية ونحن نلاحظ أن بعض الدعات ربما بذلوا جهدا قليلا وأثرت أثيرا كبيرا بسبب أن هذا الإخلاص كان سمة لهم وصفة من صفاتهم لا أعني بذلك أن الإخلاص يكفي وحده ولكن يجب أن يجتمعه جهد وعمل نحن نجد أن المبشرين يبذلون جهدا هائلا في الدعوة إلى المسيحية في أدغال أفريقيا وفي أماكن نائية يعني هناك نشاط كبير جدا نشاط تنصيري طوي كبير جدا في آسيا في آسيا في الهند والصين بشكل عام وهم قالوا قبل السنين هذا قرن قارة المسيح فهؤلاء الناس الذين يذهبون إلى المجاهل والغابات وإلى الأماكن البعيدة يدعون إلى ما يؤمنون به فأظن أن الدعية المسلم أولى بأن يصبر ويصابر ويدعو الناس إلى العودة إلى دينهم والتمسك بهم لكن لكن دكتور يعني إلى أي مدى دعاة المسلمين اليوم يحملون من هذه الصفات التي ذكرتها بأنها ينبغي أن تتحقق في الدعاة والله لا 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 ما نصيب دعاة اليوم من هذه الصفات يعني الغالب ليس بالضرورة هي موجودة بقدر طبعا وبعض الناس يتمتعون بصفات طيبة وقد رأينا بعض الدعاء الكبار الذين أبلوا بلاء حسنا دكتور عبد الرحمن الصميط نسان رحمة الله عليه ومن أهل زمانين مات قبل قليل يعني فنحن لا نفتقد هذا النوع من الدعاة الوظماء الأكابر الذين يفتحوا الله أمامهم قلوب العباد وهناك في أفريقيا دعاة كثيرون وهناك مؤسسات وجامعات وجوامع وكذا في غرب وشرق أفريقيا تدعو إلى الله عز وجل ولكن يعني الفرق بينها وبين جمعيات التنصير هو أن جمعيات التنصير تجد ظهيرا قويا يساندها ظهيرا من المؤسسات الغربية ومن حتى الشركات الغربية دكتور أنت تتحدث عن الدعاة عن الدعاة الذين خرجوا من بلادهم ودعوا الأمم الأخرى إلى الإسلام لكن ماذا عن الدعاة الذين يعيشون في قلب العالم الإسلامي وقلب العالم العربي يعني مثلا أحيانا يكون الدعاة ضحية للإعلام كثير من الدعاة تسرب إليهم الغرور وأصبحوا لا ينتظرون من المدعوين ومن عامة المسلمين إلا تقديرهم وتبجيرهم وعدم منقشتهم في بعض القضايا على اعتبار أنهم هم الأعلم فهذا الواقع من هؤلاء الدعاة إلى أي مدى انعكس على واقع الدعوة وعلى ما ينبغي أن يتحل به الداعية من صفات يعني ما مقدار ما تحل به الداعية من الصفات التي ينبغي أن يتحل فيها بها في نهاية المطاف هو ربما البادي أمامنا هم الدعاة الإعلاميون وهؤلاء الآن في أزمة في أزمة كما قلتم هم يبحثون كثير منهم يبحث عن الجماهيرية يبحث عن يعني من يدخل على صفحته واحد يقول عندي مليون متابع لصفحاته واحد يقول عندي كذا وكذا ولكن يعني في المقابل من نجده يعني يصر على لا أريد أذكر أسماء ولكن حينما يجد الداعية نفسه في ظروف غير ضاغطة غير ضاغطة ليس مهددا في رزق ولا في ما لنجد فرصا كثيرة للعمل والدعوة وأنا أريد أذكر هنا مثالا في الدعوة في العالم الإسلامي وفي داخل تركيا المساجد في تركيا تقوم بدور كبير جدا إمة المساجد يقوم بدور كبير جدا الناس يعني في حاجة إلى التعرف على الإسلام ولذلك تجد الدروس الدروس القصيرة التي تكون في المساجد التركية ودروس ما قبل الصلاة قبل صلاة الظهر أحيانا قبل صلاة الفجر أحيانا وقبل صلاة الجمعة أحيانا وقبل صلاة الجمعة كذلك نلاحظ أنها دروس محضورة بشكل كبير يعني الناس تحضر وتستمع وتجلس فهناك يعني من يوجهون أو من يعني يعني يقدم خطة لهؤلاء الدعاء يقدم له مضمونا يلقونه على الناس يشجع ويكافئ المحسن ولكن في دول كثيرة من العالم العربي الدعاء يعيش في أزمة إما إذا أراد أن يدعو دعوة صحيحة فجب أن يستقل بنفسه وأن يعتمد على جهده الخاص طبعا جهد الشخص ليس كجهد الجهات الرسمية وكذا ليس كجهد الدولة ليس كجهد وزارة الأوقاف والشيون الدينية لن يصل إليه لكن ماذا عن اللغة يعني نلاحظ كثيرا من مشاهير الدعاء دكتور على الشاشات وعلى وسائل التواصل اجتماعي وهو يجهل حقيقة لسان العربي صرفا ونحوا وبلاغة يعني ما مدى تأثير جهل الداعية باللغة العربية وهي من شعائر الإسلام في نهاية الأمر طبعا مشكلة ولكن أقول لكم في هذه النحية نحن يعني إذا كانت داعية يريد الوصول إلى طائفة معينة من الناس الاسلوب العامي ربما يؤثر فيهم أكثر فلا بأس بهذا ليس مشكلة على شرط أن لا يكون جهلا باللغة يعني ربما هل فعل هذا هاربا من اللغة العربية بعض الناس يراعي أن اللغة العامية عنده ربما تكون أكثر تأثيرا في شرائح الناس خاصة شرائح الدنيا ويتحتاج إلى من يخطيه بالفعل عما إذا تكلمنا عن عما ينبغي أن يكون يعني على أقل عن تنويع الخطاب بحيث يظهر خطاب يناسب البسطاء من الناس يعني ونحن نلاحظ أن البسطاء في بلادنا العربية يستطيعون أن يفهموا اللغة العربية البسيطة هذا ما قلت أريد أن أقولي يعني دكتور التجربة دلت على أن الطبقة الدنيا من المدعوين ومن الناس تفهم نشرات الأخبار وهي تقدم باللغة العربية الفصحة المبسطة فلماذا يلجأ الدعاة إلى اللغة العامية ويحرمون المشاهدين أو المدعوين من الارتقاء بأسماعهم وبلغتهم وأنت كما تعلم ابن تيمية قال إن للغة العربية تأثير في الخلق وفي الدين وفي المرؤة يعني فلماذا يعني يلجأ الدعاة إلى اللغة العامية وحتى عندما يتكلمون بالفصحة يظهر اللحن على ألسيناتهم إلى أي مدى هذا يؤثر في محتوى الدعوة وفي تأثيرها في المدعوين ولا شك أن غرس اللغة يعني في عقلية أقول الناس حتى العامة منهم شيء مهم والناس يحضرون الجمعة يعني نحن نرى يعني جداتنا وأحيانا أمهاتنا نرى يعني وكثيرا ما يكوننا أميات يرجعنا من المساجد يحكينا ما قاله الخطيب في لغة فصيحة هذا صحيح ولكن أيضا يعني على أقل في الدروس العامة أنا رأيت هذا في مصر أن اللغة العامية هي اللغة الأم بالنسبة للناس وهذا أمر واقعي لا نقوله أمر إيجابي أو شيء هو أمر واقعي فدائما اللغة الأم طاقتها في التعبير أو في الوصول ظلال الكلمة نفسها العامية تعيش في نفس المستمع أكثر من ظلال الكلمة الفصحة فبالتالي أنا طبعا لا أشجي على الاستعمال العامية لكن ليست مرفوضة تماما الأصل هو أن يكون الحديث بالفصحة خاصة في الإعلام العالى أنه يخط بالعالم يعني لكن في مساجد الناس لا بأس بأن يقدم الدعية للناس لغة تناسبهم أو خليطا من الفصحة والعامية إذا جاءك من يقول لك بأن الدعاة يستعملون للغة العامية ليس للتأثير في المشاهدين وإنما هروبا من اللغة العربية الفصحة واستحقاقاتها فماذا يمكن القول فيها؟ هذا يؤدي إلى أولا يعني يجعل خطاب الدعية قاصرا على قوم بعينهم فيفقد شريحة كبيرة من الناس ثانيا معنى أنه لا يعني لا يتقن الحديث بالفصحة معناه أنه لا يتقن روح الشريعة أو لا يفهم روح الشريعة بشكل جيد لأن روح الشريعة مرتبطة بطبيعة اللغة وتعبيراتها واللغة العربية إذن غير مؤهل يكون داعية والله لا نستطيع أن نحكم الذي لا يعرف الفصحة لا يستطيع أن يتكلم عنها نعم والذي يلحن صرفا رفعا ونحما وجرا ونصبا هل هذا يمكن ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بلغوا عني ولو آية هذا ربما يعني نغلق عليه الباب ونقول له لا تدعو لا نستطيع أن نقول هذا نتحدث عن نجوم الدعوة نحن وعن الدعوات المتخصصين يعني حتى يعني نجوم الدعوة طبعا يعني لا ينبغي لنجم الدعوة إلا أن يكون قريبا من العالم نجم النجم الذي يعني يتحدث بخطاب عالمي وله جماهيره وله الملايين ممن يتابعونه هذا من العيب الجسيم أن يكون جاهلا بلغة القرآن هذه شعيرة من شعار الإسلام كما قال إبام الشفعي من شعار الإسلام هذه اللغة ومعرفتها لكن كما قلت لكم في دائرة معينة ربما يعني يكون الخطاب العامي في العامي بلهجة بلد كذا مناسب لأهل القرى والمدن يعني يعني واحد ذهب إلى إلى أماكن فيها بادو مثلا وهم لا يعرفون من الفصحة ما يعني يساعدهم على الفهم الجيد فما المانع من أن يخاطبهم بطريقة ماذا عن الاستقلال المالي والفكري والسياسي للدعاة دكتور يعني نلحظ أن كثيرا من الدعاة يتأثر محتوى ما يقدمه بميوله الفكرية فهذا بالتالي قدم لنا شرائح أو مستويات من الدعاة وبالتالي تشضيا في المجتمع يعني كيف يعني هذا انعكس على واقع المسلمين وعلى الوحدة المجتمعية وحدة النسيج الإيماني إن صح التعبير بين عموم المسلمين في الأقطار العربية والإسلامية نعم مفكروا ما بعد الحداث يتكلمون عن الدولة الوحش التي أكلت كل شيء فالدولة الآن يعني صارت توجه كل شيء وتأكل كل شيء فالدولة عندنا أكلت الأوقاف وبالتالي أفقادت الداعية استقلاله وهذه طبعا لا شك أنها كارثة لأن الداعية الآن يعني يجب أن يراعي من في السلطة وعراء السلطة وتوجهات السلطة حتى قبل أن يراعي الدين نفسه فإن كان خطاب السلطة أو الخطاب الذي تريده السلطة متوائما مع مصالحها فهو يخطب بما يعني بما يتلاءم مع الشريع ومع السلطة أما إذا كان يعني يتناقض مع مصالح السلطة فهو يغير خطابه تبعا للسلطة وهذا شيء خطير جدا لا شك في ذلك ونحن يعني ينبغي أو أقول يجب أن نضع في اعتبارنا أن هؤلاء يعني معذورون بنسبة بمعنى بمعنى بأن ضغط الحياة على الناس ربما يعني يضعفهم لكن الصفقة التي تباع هنا صفقة في غاية الخطورة كيف يعني معذورين نسبيا دكتور أنت تتكلم باسم الله وباسم النبي وتقدم الإسلام يعني هذا الرجل هو الوحيد الذي لا يعذر إذا لا إذا أردت أن تتحدث مثلا بالدعوة هذا طبعا أنا أنقل لك خطاب موجود في الشارع يعني كفة عن الدعوة والزم بيتك لا أن تتكلم بالدعوة تكون نجما ثم تقدم ما يقول ما تقوله السلطة حصرا وبالتالي تتحول إلى موظف يعني كيف يمكن عذر هؤلاء أنا لا أقصد أن يقولوا على الله زورا أو أن يعني يعني يحلوا حراما أو يحرموا حلالا ولكن ممكن تقليص يعني قد يكون الأمر تقليصا لجهد أو ليس بالضرورة أن يقول زورا مثلا دكتور عندما يخطب الخطيب أو الداعية يجمع الناس ويخطبهم ويقدم لهم أهمية من الشريعة كيف تحض الشريعة على احترام إشارة المرور وعلى احترام قواعد السير في وقت تحتل فيه عاصمة من كبرى عواصم العالم العربي عام 2003 مثل بغداد هذا لم يقول زورا قال شيء موجود في الشريعة لكن ألا يعتبر هذا تسقيطا للشريعة في عيون المدعوين وفي عيون المسلمين هنا؟ بعض الدعاء كانت له نصيحة جميلة لمن يمارسون العمل في الدعوة يقول يجب أن تكون لك مهنة يدوية تمتهنها حتى إذا أجبرت على أن تقول خلاف ما يقوله الله ورسوله وعملت في هذه المينة إن كنت موظفا إن كنت خطيبا أو كذا يعني طبعا لا شك لا يراد من هذا الدعية أن يحرف الإسلام أو أن يقدم يعني معنا يعني أن يسكت عن الحق لا يقصد هذا ولكن يعني أحيانا الوحد يقول أنه يعني الدعية إن وجد نفسه مضطرا إلى أن يقول في الله أو في دينه ما لا يجوز فكما قلتم يلزم بيته وهذا صحيح وهذا مطلوب ولكن على الدعية أن يكون قد وطن نفسه قبل ذلك هناك دعية أنا رأيته في يعني فيديو منتشر يعمل في بيع بعض المشروبات في الشارع يقول أنا نشأت أبيع هذا المشروب وراتبي من الخطابة في المساجد لا يكفي حاجة أولادي فأنا أبيع العرقسوس هذا المشهور فيحمل القدر على ظهره يقول منذ كنت صغيرا أنا أحمل هذا المشهور وهو داعية وهو داعية وبعض الناس يعني قال بعض الناس يعيبون عليه يقولون أن تذهبون إلى مسجد هذا باع العرقسوس لكن هذا رجل يعني يعني يقدم نموذجا طيبا للدعية المسلم على قدر ما قدم طبعا دكتور يعني أنت تقول يقدم نموذجا طيبا ولكن في سياق حديثك برزت مشكلة حقيقية تعكس مشكلة الدعوة وواقع الدعوة يعني عندما يقول الناس والذين يذهبون إلى المساجد ويحضرون دروس الدعاة عندما يعيبون على الداعية لأنه يعمل في بيع العرقسوس ألا يعكس هذا خللا خطيرا في تصورات المسلمين وأخلاقهم ناتج من خلل خطير في الدعوة يعني أنا أقول لحضرتك المسألة تحميل الداعية كل المسؤولية هي طوال عليه مسؤولية إلا عن الداعية وتصوراتها للحياة والأخلاق إلا عن الداعية دكتور نسينا المحضنة التربوية نسينا التعليم نسينا الإعلام بشكل عام يعني فهو طبعا مسؤول كما تقولون لكن لا نستطيع أن نقول إنه مسؤول عن كل ما لحق المسلمين من المشاكل ومصائب وإلا لحملنا الأسر أول شيء محمل البيوت أول شيء محمل المدارس والجامعات أين أستاذ الجامعة أين أين وهؤلاء من مفرزات الدعوة أيضا البيوت والجامعات والمدارس هم نهاية ثمار من ثمرات الدعوة ولكن ربما أقول لكم أنه من ثمار من ثمرات المدارس المدرسة لا شك أنها هي التي يعني في مرحلة المال الآباء يفقدون تأثيرهم والأمهات فلكن تبقى المدرسة والجامعة إلى سن نضج شخصية الإنسان إذا وصل إلى الثانية والعشرين هكذا وتخرج في الجامعة هذه السن التي يعني يكون قد حدد اختياراته ووجهات نظره وتوجهاته بشكل عام فالدعية جزء من هذه المنظومة طبعا لا شك ولكن لا ينستطيع أن نقول هو مسؤول عن كل شيء مئة في المئة صعب دكتور كما تابعنا يعني حقيقة يعني نحن دائما نريد أن نعمق الحديث ونغوص في أصل المشكلة مشكلة الدعوة التي كثير من المسلمين لم يعد يثق بكثير من الدعاة وخاصة في الشهور والسنين الأخيرة التي سقطت فيها أسماء كبيرة جدا في عالم الدعوة يتبعهم الملايين لكن هؤلاء خلفوا فراغا نريد أن تحدثنا عن الأثر الذي يمكن أن يتركه سقوط أسماء كبيرة في عالم الدعوة بالخطاب الذي قدموه الممالئ للظالم على المظلوم بغض نظر عن التحديد الأثر الذي يمكن أن يتركه على واقع المسلمين وعلى درجة ارتباط المسلمين بإسلامهم إذا ما كان هؤلاء المسلمون يأخذون دينهم من هؤلاء الدعاة نعم ودائما المؤثر لا يستقبله المتأثرون بدرجة واحدة يعني سواء كان مؤثرا ماديا أو غير مادي مؤثر ثقافي مثلا يعني مثلا برودة الجو مثلا لا تؤثر على كل الأجسام على مستوى واحد مع أنها نفس البرودة كذلك الأثر الثقافي والأثر التربوي يتلقاه كثير من الناس فلا يؤثر بدرجة واحدة فتقد الثقة في هذه الوجوه ربما يؤدي بعض الناس إلى الانحراف عن عدم الثقة في الدين يحدث هذا يعني اتساع دائرة الحاد مثلا هؤلاء كانوا مرفأا يعني يرسرحوا عندها كثير من الشباب فيلاحظ مع سقوط هذه النجوم الدعوية التي كانت موجودة في هذه في الإعلام يعني وفي موقع التواصل يلاحظ أن هذه مع اختفاء هذه أو سقوط هذه النماذج بدأ يتسع نطاق الالحاد شيئا ما في عالمنا العربي بشكل واضح أمر آخر شريحة أخرى من المتابعين ستتحول إلى غيرهم يعني تتحول إلى من لم يجامل السلطة إلى من لم يسكت على الظلم إلى من لم يجامل الظلم يبحثون عن بديل والبديل موجود فعلا أمام الناس ولكن ربما يكون أقل انتشارا من هذه المجومة التي سقطت نعم دكتور تحدثنا كثيرا عن واقع الدعوة والدعاة لكن ماذا عن المؤمل ما الحل التي ينبغي أن تكون عليها الدعوة خصوصا في وقتنا الحالي وفي ظل انتشار وسيولة منافذ الدعوة هو أنا أرى في وزاة نظري الشخصية أن الجامعات هي المؤهل الأكبر الجامعات لكن هذه شريحة معينة فقط من المجتمع لا ما هو المفروض أن الدعاء المتخصصين هم غالبا خريجوا جامعات بشكل نعم فالجامعات ينبغي أن الجامعات التي يعني فيها يعني من يعني يتقل لها عز وجل ويحب هذا الدين يعني لو خاطبنا جامعة الأزهار الجامعات الإسلامية في العالم في إسلامبات في كذا في كذا ينبغي أن تجعل يعني جزءا من برامجها وجزءا من توجيهاتها وجزءا من نشاطها الصفي أو اللا صفي ما يؤهل هؤلاء الناس للقيام بوظائفهم الطبيب يتواصل مع شريحة من الناس لماذا لا نجعل ضمن منهجه شيئا ولو قليلا يعني هناك مواد في بعض الجامعات الإسلامية يدرسون مع الطبي مثلا بعض يعني أخلاق المهنة مع الهندسة أخلاق المهنة من وجهة نظر إسلامية طبعا فلماذا لا يزيدون في الجرعة ما يساعد على إتقان التواصل مع الإتقان الطبيب كيف يتواصل مع مريضه تواصلا يعني يرغبه في الدين ويحببه في الإسلام المهندس الذي يتعامل مع الناس في كذا وكذا أقصد أن الجامعات عليها مسؤولية كبيرة أمر آخر الدعاء الغيرون أيضا يجب أن يتقنوا مسألة توريث المفاهيم الدعوية للناس من حولهم في المساجد لماذا يعني لا يوجه الخطيب المستمعين إلى أن يبلغوا رسالته إلى بيوتهم يعني المرأة في بلاد الأحناف مثلا لا تحضروا في المساجد هل الرجال الذين يحضرون يقومون يبلغون الرسالة من الإمام إلى بيوتهم الطالب الذي يحضر في الجامعة وأنا أحرص على هذا كثيرا أقول للطالب أنت رسولنا في المكان الذي تعيش فيه في بيتك بين أصدقائك هذه المفاهيم التي نبلغك إياها مفاهيم شرعية أو علمية أو اجتماعية وكذا المفروض أنك تمثل يعني نافذة توصل هذه المفاهيم إلى الناس لا تحبسها في نفسك اعمل بها إن كان وراءها عمل يعني رسخها في نفسك إن كان وراءها اعتقاد أو مفاهيم صحيحة ثم عليك أن تبلغها لمن حولك كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحضر يبلغه من يحضر الزوجة لا تحضر في المسجد زوجها يبلغها الأولاد لا يحضرون إن كانوا صغارا أو كذا يبلغه سيدنا عمر بن خطاب كان هو وأحد الأنصار يتبادلاني الحضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يغيب يسأل الذي حضر ماذا حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فكذلك الدعوة يعني يتم توارثها وتناقلها فهي مسؤولية الحقيقة مسؤولية تتجاوز قطاعا معينا في حياة الناس لا شك دكتور أن الطلب الجمعيين هم الذين سيقودون المجتمع ويرسمون خططه لكن بدقيقة من فضلك هل هذه الوصفة التي قدمتها لنا والوصفة المجملة يمكن أن تملأ الفراغ الحالي الناجم عند المسلمين أو كثير من المسلمين من انتكاسة إذا صح التعبير كثير من الدعاة بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية؟ أنا أشط إلى جانبين إلى جانب الدعاة الذين يحترفون الدعوة يجب أن يربوا دعاة آخرين في هذا المجال ونشير أيضا إلى الجامعات وواجب الجامعات ووظيفتها نشير ثالثا إلى الجماعات التي تدعو إلى الله عز وجل الجماعات ينبغي أن تؤهل أفرادها تأهلا كافيا حتى يقوم بهذا الواجب هناك جماعات كثيرة عاملة في الصحة الإسلامية في البلاد العربية وفي الباكستان والهند وفي تركيا جماعات دعوية وجماعات وقفية وجمعيات وقفية كلام مهم دكتور لكن لماذا يعمل الدعاة منفردين كل واحد يعمل لنفسه لماذا لا تكون هناك منظومة تكون وفق خطة مدروسة للدعاة مثلا يدخلون إلى المدارس إلى الجامعات إلى المستشفيات إلى مراكز الشرطة إلى الشوارع إلى البيوت والأحياء الشعبية لماذا لا تكون هناك خطة مدروسة موحدة بين الدعاة كل يعمل بمفرده حتى يكون أكثر انتشارا من غيره بعض الجماعات تقوم بهذا الواجب يعني لو ذهبت إلى باكستان تجد الجماعة التبليغ منظمة جدا ولكن المشكلة أن الدعاة نفسه غير مؤهد بشكل كافي يعني يقدم خطابا بسيطا جدا يعني لا يرقى بأحد رقيا كافيا يعني لكنه منظمون جدا ولو نظرنا في عالمنا العربي سنجد الدعاة ربما نجدها أكثر تأهيلا لكنه ليس منظمان لكنه ليس منظمان أو يشتغل في نطاق ضيق صغير ليس عنده نظرة كاملة للمشاكل المجتمع طيب نحن وصلنا إلى مشارف الحلقة نهايتها طبعا أترك لك نصف دقيقة إلى دقيقة أن تقول شيئا لم أسألك عنه في هذه الحلقة دكتور بشأن موضوع الحلقة هل لديك ما تقوله؟ والله يعني نقطة واحدة من الذي يمثل النموذج الأكمل في الدعوة إلى الله عز وجل سواء في القديم أو في الحديث من نعمة الله تعالى علينا أننا نجد النموذج الأمثل والأتم هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيش للدين في ليله ونهاره وصبحه ومسائه فننظر لهذا النموذج العلم ونحن لا نفتقد هذا النموذج في أي زمان والحمد لله في كل زمان نجد دعاة الله عز وجل يحملون هذا المصباح لكن لا يكفي واحد في أي زمان وإنما يجب أن يكثر عدد دعاة الله عز وجل في هذه المصباح وحتى بعده الألف من الصحابة الذين ماتوا خارج مكة والمدينة كلهم عاشوا وماتوا من أجد الدين رضي الله عنهم جميعا ورضي عنك دكتور شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها دكتور نبيد الفولي أستاذ الفلسفة الإسلامية شكر الأكبر لكم على طيل المتابعة نستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر